السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم المهندس الزراعي نذير الشيخالد من قناة أفكار زراعي رجعناكم فيديو جديد من ضمن سلسلة أشجار الزينة للحديث عن شجرة مميزة جدا شجرة تعتبر من أفضل الأشجار الظلية اللي بنصحك أنك تزرعها وهي شجرة الزنذلخت أو شجرة الأزدرخت أو ما تسمى بشجرة التمر الأخرس أو الليلك الهندي تتعدد الأسماء لواحدة من أفضل الشجيرات الظلية قبل ما ندعب هذا الفيديو لا تنسوا أنه ندعي لأخواننا بغزة أنه رب العالمين ينصرعوا القوم الظالمين ويداوي جرحاهم ويرحب شهداءهم وإن شاء الله النص القريب ولا تنسوا أنكم تحطونا لايك للفيديو واشتراك بالقناة ونفعل زر الجرس وخليكم معي لنهاية الفيديو لأنه راح نحكي عن طريقتين لزراعة هاي الشجرة بواسطة البذور وبواسطة العقل والطريقتين مجانيات فيك تنفذون ببيتك وهلأ بسم الله خلينا نبدأ شجرة الأزدرخت أو شجرة الزنزلخت من أهم أشجار الظل المستخدمة بتنسيق الحذائق هاي الشجرة بتنتشر بشكل واسع بسبب تحمله لجميع الظروف السيئة وقادرة على أن تتأقلم مع جميع الظروف اسم أزدرخت بيرجع للغة الأعجمية وازاد معناتها الطيبة ودرخت معناتها الشجرة فهي الشجرة الطيبة وهي شجرة مستخدمة منذ القدم ولحد الآن بيستخدموها بتنسيق الحذائق وهلأ راح نحكي بشكل سريع عن طرق العناية بهاي الشجرة وشو هي الظروف المواتي لهاي الشجرة هاي الشجرة تعتبر من الأشجار الصبورة اللي ما بيهم الظروف أن تكون مثالية أي الظروف قادرة على أن تتكيف معها لهيك هي مناسبة لأغلبية الدول العربية وإذا كانت موجودة عندك بدولتك العربية ترك اللي تحت بالتعليقات اسم الشجرة وين بتستخدموها وين بتزرعوها من ناحية الأشعة الشمسية هاي الشجرة بتحب شعاع الشمس المباشر أو الشمس الكامل لهيك ما بصير على أنك تزرع هاي الشجرة بمكان مظلل أو بمكان ما بيتعرض لأشعة الشمس ومن ناحية التربي فهاي التربي ما بيهم شو مكان نوعية التربي قادرة على أن تتأقلم بجميع أنواع التراب سواء كان تربتك طينية أو تربتك رملية أو تربتك عضوية هاي الشجرة ما بيهم الظروف وإلا جذور كبيرة جدا قادرة على أن تنتص الغزاء من الطبقات السفلة ويفضل على أن هاي الشجرة ما تقوم بعملية زراعتها بجانب المبنى أو بجانب الرصيف لأنه قادرة جذورة على اختراق المباني وممكن أن تسبب أضرار اقتصادية وممكن تسبب أضرار بالحائط أو بالمبنى لهيك يفضل على أن هاي الشجرة تنزرع بالبستان أو تنزرع بمكان بعيد عن البناء قدر الإمكان ممكن أن تصمم حديقتك المنزلية أو مزرعتك على أنك تقوم بعملية وضع الكراسي وأماكن الجلوس تحت هاي الشجرة لأنه مثل ما ذكرنا هاي الشجرة بتعطيك ظل كامل فلهيكي بتكون الأعدي تحته ولكن هاي الشجرة شجرة متساقطة لهيكي فيك تجلس تحت ضلة بفصل الصيف وبفصل الخريف وبفصل الشتاء بتهرئ اوراقها متلا مثل الأشجار المتساقطة وأوراقها فيك تستفيدمنة وتحولها لسماد ممكن أنك تستفيد منها إلى مزروعاتك أو ممكن أنك تدفن هاي الأوراق عميقاً بالتربي تحت الشجرة هاي أو تحت الأشجار الأخرى لأنه راح تتحلل وتتحولها لسماد تدريجين وإذا بتحبوا تتعلموا كيف فينا نصنع سماد منزلة من أوراق الأشجار ومخلفات المطبخ رح ترككم فيديو عن صناعة الكمبوست المنزلة تحت بصندوق الوصف أو رح يطلع لكم هون بعلامة الآي من ناحية الرطوبي والسقاي فهذه الشجرة ما أنا متطلبي لأنك تقوم بعملية سقايتها بشكل كبير بفصل الصيف وخصوصاً إذا كانت الشجرة كبيرة بالعمور فيك تنساها على الآخر لأنه هذه الشجرة متحملة جداً للجفاف ومثل ما ذكرنا بتتميز بجذور خاصة قوية جداً قادرة على أنه تجلب الرطوبي من طبقات التربي السفلة الزهر الخاصة بهاي الشجرة لونها بنفسجي وإلى رائحة جميلة وأيضاً البذرة الخاصة بهاي الشجرة أو الفاكهة الخاصة بهاي الشجرة بتشبه حربة الحمص وبتكون خضراء ببدايتها وبتتحول للون البني مثل ما انكم شايفين بنهايتها أو عندما تنضج هاي الثمرة وبتصير جاهزة للزراعة من الاستخدامات الحديثة لهذه الشجرة على أنه بعض الشركات صارت تطالع من البذور أو من هاي الفاكهة الخاصة بهذه الشجرة مبيدات حشرية طبيعية وأيضاً القدماء كانوا يحطوا بالملابس اللي حابين يخزنوها بفصل الشتاء أو بفصل الصيف بعض من أوراق هاي الشجرة لأنه في إلا رائحة مميزية قادرة على أنها تبعد الحشرات نسيت أحكي لكم على أنه هاي الشجرة قادرة على تحمل الصقيع لهيكي ما في خوف إذا كان بمنطقتك صقيع على أنه تموت الشجرة وأيضاً في كتير ناس بتخلط ما بين شجرة الزنزلخت وشجرة النيم رح وضح لكم الفرق بين هاي الشجرتين بشكل واضح مثل ما انكم شايفين في فرق واضح ما بين أوراق شجرة النيم وأوراق شجرة الزنزلخت أو الأزدرخت لهيكي شجرة النيم إلا استخدامات طبية واسعة وإيضاً بيستخلصوا منها زيت النيم اللي إلوه استخدامات طبية أما هاي الشجرة هي شجرة الزنزلخت فما بصير على أنك تستخدم نفس استخدامات النيم هني قريبين من بعض كفصيلي من نفس الفصيلي ولكن لكل شجرة استخدامات فلهيكي لازم يكون عندك هاي الصورة مشان تتميز ما بين الشجرتين وهلأ مثل ما وعدتكم ببداية الفيديو رح نتعلم طريقتين أساسيتين لكثار هاي الشجرة طريقة البذور وطريقة العقل لهيكي خليكم معي وخلينا نروح على الشرح العملي للطريقتين الأدوات اللي رح احتاجها جداً بسيطة عنده هون أصيصين ترابيين قمت بعملية ملؤن لثلاثة أرباعون بس وبعدين رح اضيف لهم قليل من الرمل طبعاً الرمل بيحسن خواص التربي لأنه التربي عنده طينية فأنا بدي التربي تكون نعمي وخصوصاً على أنه طريقة العقل بالنسبة لهاي الشجرة طريقة بطيئة نوعاً ما فلهيكي لازم تكون التربي مثالي وعندي هوني بعض من حبات أو من فاكهة هاي الشجرة أو من ثمار هاي الشجرة شوفوا إلى ثمار مميزي بتشبه حبة الحمص ولون أصفر طبعاً هاي البذري أحياناً ممكن أن تلاقي فيها عدة أجنية يعني إذا زرات بذري واحدة ممكن يطلع عندك شجرتين وأحياناً يطلع معك ثلاثة أشجار من بذري واحدة وأغلبية الناس بيقوموا بعملية زرات هاي الشجرة بواسطة البذور ولكن طريقة العقل هي طريقة أفضل لأنك تحصل على شجرة أكبر بالعمر من طريقة البذور ولكن مثل ما ذكرت طريقة العقل بدي شوية معاملات مشان تضبط معاكم فلهيكي خليكم معي بعملية تجهيز العقل بعملية إضافة الرمل مثل ما قد لكم للتربي بعدين رح قوم بعملية مزج لهذا الخليط مشان تصير معنا التربي مثالي للعقل الخطوة الثانية رح قوم بعملية إضافة المياه مشان تتجانس معنا التربي وأيضاً مشان ما ذرات الرمل تطلع من الثقوب الموجودة بأسفل الأصيص بينما التربي عم تقوم بعملية امتصاص المياه رح قوم بعملية تجهيز العقل عندي هون العقل بسمك قلم الرصاص طبعاً هاي ملاحظة مهمية جداً لأنه العقل ما لازم تكون سميكي بهذا النوع تاخدوه بهذا السمك مثل سمك قلم الرصاص رح نقوم بعملية تجهيز العقل نقطع العقل كل عقلي حوالي 15 سنتيمتر وهيك خطأنا العقل كلاتهم بنفس الطول وبنفس السماكي هلا رح نقوم بعملية غمسهم بالأولوفيرا وهذا صبار الأولوفيرا استخدمنا عدة مرات بفيديوهاتنا السابقة لعملية زراعة الأشجار هذا الصبار فيه خواص هامي لأخراج الجزور وأيضاً يعتبر منشط طبيعي للعقلي مثل ما كم شايفين نقوم بعملية غمسه بصبار الأولوفيرا بهذه الطريقة وكخطوة اختيارية فينا نقوم بعملية غمس العقلي بعد ما قمنا بعملية غمسها بالأولوفيرا بالفحم طبعاً هذا الفحم موجود بكل المنازل ومهمته على أنه يحافظ على العقل من التعفن هي خطوة اختيارية ولكنها بتفرق كتير بزراعة العقل وبتمنى عنكم تجربوه إذا بدكم فيديو مفصل عن فوائد الفحم للنباتات رح أترك لكم الفيديو تحت بصندوق الوصف فيكم تشوفوه هلا صارت العقلي جاهزة عندي رح أغرص حوالي ثلث العقلي وخلي ثلثين فوق التربي مثل ما كم شايفين هيك العقلي صارت مثالية للزراعة إن شاء ما طول عليكم الفيديو رح أزرع كل العقل وأرجع لكم وهلا بعد ما أتمينا زراعة العقل صار فينا نحط العقل بجانب العقل الأخرى اللي زرعناها من عقل عنب وورد جوري وعدة عقل رح أترك لكم فيديوهات عن زراعة العقل تحت بصندوق الوصف أتمنى أنكم تشوفوه بعد ما انتهي هذا الفيديو هلا نقوم بعملية ثقاية العقل لآخر مرة بعدين نقوم بعملية ثقاية فقط عن جفاف التربي لأنه كترة المياه ممكن تؤدي لتعفن العقل الطريقة الثانية وهي طريقة البذور وهي الطريقة الأكثر استخداما والطريقة السهلة جدا تقوم بعملية وضع البذور على صدح التربي أو على وجه التربي مثل ما نقوم بعملية توزيع عدة بذور فينا نحط قد ما بدنا لأنه نحن هذا الأصيص بعد ما ينمو البذور فيه إن شاء الله رح نقوم بعملية تفريد الشتلات لهيك ما في خوف من المنافسة بين الشجيرات بالمستقبل لأنه رح نقوم بعملية تفصل كل شجرة ونحطها بأصيص خاص فيها وهلأ بعد ما أتمينا عملية رصف البذور رح نقوم بعملية تغطيتها بسمك حوالي 2 سنتيمتر من التراب إذا طلع معنا حجارة منشيل هاي الحجارة ونقوم بعملية تسويت التراب فوق هاي البذور لحتى نغطي البذور من يعني ما يظلوا طالعين معنا فوق مستوى سطح التربي وهلأ صار فينا أن نقوم بعملية أسيقاي لهاي البذور وعملية أسيقاي بتكون مثل العقل عن جفاف التربي فقط ولهوم نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى أن المعلومات تكون نالت على إعجابكم وإذا كان عنكم سؤال عن هاي الحلقة أو الحلقات السابقة فيكم تركوا ليها تحت بيئة تعليقات ولا تنسوا أنكم تشوفوا الفيديوهات الخاصة بزراعة العقل تشوفوا ما شاء الله كل هاي العقل قمنا بعملية زراعتها وعملنا لكم فيديوهات عنها كاماكم أخوكم مهندس الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعي اذكروا الله وصلوا على الرسول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته